أخي وأختي أنت حياتك طبيعتك مشاعرك عواطفك أفكارك ضوء أبدي ضوءك ينير كل الأكوان نشارككم سر بمليون دولار حقيقة يعني هذا هذا بمليون دولار أنا كنت يعني في جلسة اتصال جدا عالية بالأكوان وبالكائنات الكونية وكنت تفكر لماذا بعض الطلاب يسافرون بسرعة وتجدهم يلتقون بعوالهم الكونية في حين أجد أو نجد بعض الطلاب الآخرين ممكن يتأخرون شهرين ثلاثة الكائنات الكونية تخبرني التالي أن الأمر متعلق بالعين الثالثة فالطلاب الذين يسافرون بسرعة العين الثالثة مفعلة قوية نشطة هذه تسمى عين الكون هي حتى تسمية العين الثالثة خاطئة بالمناسبة هذه عين كونية هذه هي الروح تماما الروح الكونية الطلاب الذين يتأخرون في الاتصال بعوالم الكونية فالعين الكونية هكذا نسميها العين الكونية غير مفعلة غير نشطة في لقاؤنا اليوم ماذا نقوم ماذا نعمل انتبهوا نعمل التالي نقوم بزرع نعم هذه الكلمة لهذه زرع زرع عين ثالثة جديدة في الإنسان الضوئي تلاحظون زرعها روحيا فكريا طاقيا انتبهوا الآن الطالب يتمدد في سرير هذا خارج الأرض يعني يتمدد في سرير نضعه في جهاز هو السرير يكون جهاز ضوئي فالطالب يكون داخل هذا الجهاز وكرر خارج من الأرض في كوكب في كون في حضارة أخرى داخل الجهاز هذا جهاز ضوئي ونشتمح حوله نحن والكائنات الضوئية ونقوم بتبديل أو زرع عين ثالثة أيضا نسميها مرة أخرى أو كرر العين الكونية نزرعها طيب أين نزرعها نزرعها في مركز الرئيس ونزرعها في مركز القلب نعم هكذا هو في الحقيقة في هذه الأجهزة الضوئية ماذا يحدث يتم أيضا تبديل الروح اسمعوا هذا الأمر مهم نعم فروحك أنت ماذا تريدها نعم تريدها ضوئية تتبدل تكون ضوئية عن طريق هذه الأجهزة الضوئية فالأجهزة الضوئية فيها ترددات عالية تستطيع حقيقة يعني عمل كل شيء كما قلت تتبدل الروح الكائنات الكونية تخبرني التالي لدراكونيا ماذا عملوا لدراكونيا عندهم الأجهزة وكانوا يسيطرون علينا منذ أول دقيقة من الولادة فروحنا منذ أول دقيقة انتبهوا منذ أول دقيقة نعم أول دقيقة بهذا المعنى من الولادة روحنا تكون متصلة بأجهزة الدراكونيا وتستمر يعني حياة الإنسان تستمر في الأرض لكن روحه متصلة بهذه الأجهزة ومن هناك هذا في السابق يعني الدراكونيا حتى يتحكمون بما يسمى بفبركة الموت الموت هذا من الدراكونيا الموت وهذه الأفكار السلبية التي يسمعها للإنسان كلها من هذه الأجهزة فمسألة تبديل الروح الذي نكتشفه أنه يتم عن طريق أجهزة نعم أجهزة وفي هذه الأجهزة هم يعني الدراكونيا هذا أو كارور بالسابق يصممون الروح التي يريدوها نحن أيضا نستطيع أن نصمم روح التي هي العين الثالثة تعرفون نعم هذه التي تسمى العين الثالثة خطأا هي الروح الروح الكونية فعندما نضع الطالب في جهاز ضوي نجدد روحه أو نقول نزرع روح جديدة نعم بأي طبيعة هو يريدها وجلسة السفر الكوني أو جلسات السفر الكوني تكون سهلة جدا جدا خلال سبعة أيام ثمانية أيام تسعة أيام يوميا جلسة واحدة أو جلستين وتنزرع نقول هكذا تنزرع روح جديدة حقيقة هو هذا الذي يحدث تنزرع روح جديدة والروح هذه الجديدة تكون ضوئية كونية وخلال ممكن يعني سبعة جلسات تسعة جلسات بهالحدود يلتقي بعائلته الكونية إذن نلتقيكم اليوم شباب الكون العظيم يبارككم اشتركوا في القناة